أهلاً فيكم أخواني ونرجع لكم موضوعنا عن الصدقة مرة النبي عليه الصلاة والسلام على نساء هو خارج من مصلى فقال يا معشر النساء تصدقن تصدقوا يا حريم شوفوني عصام يقول لكم تصدقوا وكثرهم الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار تعرفون بعض الحريم يعني أو ليش نحن الحريم؟ هذا حديث النبي ما نقدر نتناقش فيه النبي عليه الصلاة والسلام وضح تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير فألموهم أنت وعليكم تصدقون في مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها فقال لها يا عائشة يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة ولو شيء بسيط ترى الصدق يا أخواني ما نقول لكم نحن طلعوا كل بيزاتكم والله ولو شيء بسيط تخيل يوم القيامة والشمس تدنوا من رؤوس الخلائق مترين وممكن شيء بسيط يعني والناس خايفين وقلوبهم واصلة لين حناجرهم مثل ما قال الله عز وجل إذن القلوب لدى الحناجر يكاظمين ما يتكلمون لكن في فئة مرتاحة شوية ترتاح فالك اليوم شوية الشمس بتكون عنها فظل بيكون قاعدين تعرفون منهم اللي يحرصون على الصدقة ويتصدق على المساكين يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يعني هو قاعد مرتاح في ظل صدقته وفي حديث السبعة اللي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حرصوا أخواني وخواتي على الصدقة في كل يوم في كل يوم صعب عليك بس اسمع الأجر لا تخلي مرع عليك يوم بدون صدقة ولو بدرهم ممكن درهم سهل شوية في جمعيات في مسجات حينه شيء سهل جدا يعني إذا كنت تصدق كل شهر بثلاثين درهم خلنا نفترض جزة كل يوم بدرهم ولو تقدر أكثر زين بعد قليل دائم خير من كثير منقطع وعشان تنال دعوة صادقة من الملائكة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العبد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا هذا واحد يقول ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اللي ينفق يا رب زيد من ماله واللي ماسك ماله والبخيل تلف يا رب ماله شوفوا كيف أجه الصدق كل يوم ملك يدعي لك والله وين تحصل هذا الشيء ملك يدعي لك ملائكة بدون ذنوب بدون شيء دعوتهم مستجابة والصدقة من فضاء الصدق يا أخواني الصدقة الشفاء للأمراض والصدقة هي الدواء لكل الأمراض لكل الأمراض البعض تلقونه إذا مرض وإلا عنده شخص مريض ما يخلي مستشفى ما يروح له ما يخلي دواء ما يشتري سفرات من دولة لدولة يدفع آلاف الدراهم ونسى أن أفضل العلاج هو الصدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة البعض لما تقول لها الحديث يطلع أقل شي عنده يشوف خردة خمسة خمس قديمة ما يطلع عديدة يدور خمس قديمة عشان يتصدق فيها كأنه مش ضامن مو واثق أن الصدقة علاج لكن لو تقول له في دواء لمريضك أو لك أنت بمبلغ كبير مستعد يأخذ قرض ويستلف عشان يشتري هذا الدواء يمكن البعض يقول ياخي لازم الأخذ بالأسباب مو بس صدقة ترى صدقتك هو الأخذ بالأسباب صدقتك هي أخذ بالأسباب أصلا بل أنها بل أن الصدقة علاج لأمراض القلب والأمراض النفسية قال عليه الصلاة والسلام للرجل يشتكي يشتكي أنه في شيء مريض قلبه مرض نفسي فقال عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين صدق المساكين ولو بالطعام وامسح على رأس اليتيم هذا علاج علاج نبوي دخل الرجل للعالم عبد الله بن المبارك رحمه الله يشتكي قرح في ركبته من سبع سنوات وهذا الرجل ما خل طبيب إلا ما راح له وما خل دوه إلا واستعمله لكن ما شفي سبحان الله فقال له عبد الله بن المبارك اذهب وانظر مكان بحاجة إلى ماء شوف وين مكان محتاج ماء وحفر بأر فراح الرجل وحفر بأر وعلى طول رب العالمين شفاه ونبي عصة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعلموا أخواني وخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره أو ولد صالح تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته في شبابك ويوم تمرض آخر ويوم تقعد تصدق ولو أن الصدقة في كل وقت زينة لكن هذا فضل آخر تصدق في صحته وحياته تلحقه بعد موته هذه الصدقة التي تلحق بعد الموت والله أن الأموات في قبورهم لو رجعوا ساعة للدنيا ساعة بس دقائق بس ليس ساعة لتمنوا أن يتصدقون ولو بدرهم قال الله تعالى وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَفَيَقُولُ رَبِّي لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي رَبِّي لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ليش يبغي يرجع فأصدق وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ لا تحرم نفسك الأجر ولا تمنعها الثواب وعمل بوسية النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها الخمس وغناك قبل فقرك وعلم بأن الأموال زائلة والله كلها راح تروح الدنيا هذه والعمل هو اللي راح ينفعك في قبرك ويوم القيامة قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل وصل اللهم على النبي الأمين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة